أكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة لعدد من التجمعات الدولية سواء كانت مصر عضوا بها أم لا وأوضح المركز أن قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي تتضمن مصر سمسة وثلاثين مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة قدرها 22% مقابل ثمانية وثلاثين مليار دولار واردات وفقا للبيانات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية بالمرتبة الأولى بقيمة 11 مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة قدرها 6% يليها تجمع الإسفا بإجمالية ثمانية مليارات دولار بنسبة زيادة خمسة أو عفوا ثلاثة ونصف بالمئة ثم القوميس بالمرتبة الأخيرة بإجمالي ثلاثة مليارات دولار كما بلغت قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي لا تشمل مصر عشرين مليار دولار في 2021 بنسبة زيادة قدرها 77% مقابل 38 مليار دولار واردات ترجمة نانسي قنقر